أولا الحركة المرورية تسير بشكل طبيعي هذا الحادث بدأ تقريبا في الحادثة عشر صباحا المرور بيسيطر تماما على الموقف هناك سيولة مرورية ما فيش أي حاجة غير أن المنطقة اللي حوالين مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات هي اللي ممنوع الدخول منها سيارات الإطفاء بتجوب ذهابا وإيابا في الدخول والخروج لمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات أو في أرض المعارض بمدينة نصر بالتحديد كمان الطائرات تحوم فوق المركز المؤتمرات الدولية في أرض المعارض بمدينة نصر في محاولة لاستكشاف الوضع كما علمنا أيضا أن القوات المسلحة دفعت بأربع سيارات إصعاف أو إطفاء للسيطرة على الحريقة بالإضافة لطائرات الهليكوبتر اللي بتعمل على إطفاء الحريقة من الجو الحريقة ده حصل فين؟ الحريقة ده حصل في القاعة الحجرية في المبنى في الدور الثاني أو حصل في المبنى الإداري ده الكلام الأولي وهذه القاعة الحجرية في الدور الثاني أو حصل في المبنى الإداري تبقى لأقوال شهود العيان أو الرواية السائدة زي ما قالت نشوة وانتقل من بعد كده من هذه الحجرة أو من هذا الطابق في الطابق الثاني إلى بقية المبنى وامتد بيفتح مجموعة من التساؤلات أين الأجهزة المتعلقة بالإطفاء؟ أجهزة الحماية؟ أجهزة الإنذار المبكر؟ في هذا الموقع الهام وفي هذا المركز المهم؟ ده مركز المؤتمرات الدولي في أرض المعارض بمدينة نصر؟ أين أجهزة الإطفاء؟ أين أجهزة الإنذار المبكر؟ كل هذا الأمر بيفتح باب من التساؤلات بشأن نظام التأمين المتعلق بمثل هذه المراكز المهمة على كل أحوال مش هو ده وقت السؤال؟ احنا هنتابع كل ما هو مستجد بشأن مركز المؤتمرات الدولية في أرض المعارض بمدينة نصر والحريق الهائل الذي اندلع فيه وحتى هذه اللحظة بيعمل على إطفاءه